لكن الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق هم الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد حيث أن النقابات وقعت مع الوزارة باشهد الناس تلغى الأنظمة الأساسية التي تؤثرهم جهويا وسيلحقون بالنظام الأساسي المركزي من الناحية الإدارية لكن وضعيتهم المالية ستبقى على ما كانت عليه والإشكال الكبير ما بين الوزارة وهؤلاء الأطر هو مسألة المنصب المالي يمشي الأمور الإدارية لأن كثير من الأمور الإدارية وكثير من الحقوق منحت لهم في إطار الأنظمة الأساسية الجهوية والأساتذة الهندية لم هو الإدماج ضمن أسلاك الوظيفة العمومية ويصبحون أطر تابع للوزارة وخاضعين للظهير الشريف 58008 ولا يطالبون بالمماثلة الإدارية مع باقي الأساتذة هذا الأمر سهل وقد عارضه أمزازي عليهم في 2019 لكنهم رفضوه وأدوا بعده ضرائب كثيرة من أجل الحصول على الإدماج وفي الأخير النقابات كانت جيوا بدماء باردة وتوقعوا مع الوزارة على إدماجهم في النظام الأساسي وتحافظهم على نفس الوضعية المالية الهشة التي يرفضونها علما أن النقابات ليست ممثلا قانونيا ولا شرعيا لهؤلاء الأطر لأن هذا الأطر تمنعه بشي صوته في انتخابات الليجان التنائية المتسوية الأعضاء وحتى هذه الليجان التي تسمى بليجان الأطر التي أحدثت بموجب الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات أراه الدولة مفعلاتها شو مخلاتش الأساتذة ينتخبوا من سيمثلهم أمام الإدارة وبالتالي فإن النقابات إلا كانت جيبش حاجة زوين مرحب بها أردت نسيقية والأساتذة المفروض عليهم التعاقد رهم غدني قفلوها ولكن توافق على أشياء أنت تعلموا أن الأساتذة وأطر الدعم كيف يرفضوها فهذا الأمر يحسب على النقابات ولا يحسب لها ويمكن أن نصنفه في خانة الخيانة لأن هذه الأساتذة وأطر الدعم تخانو جوج مرات الخيانة اللولة كانت سنة 2019 من اللي قادوا واحد الحركة نضالية قوية وفي الأخير النقابات استغلتها باش تمشي وتطالب بالزيادة وتحققت الزيادة في أبريل 2019 وتحلت مجموعة من الملفات الأخرى مقابل انسحاب النقابات من دعم الأساتذة الذين فرد عليهم التعاقد لداروا حين إذن واحد الحركة نضالية قوية والآن سنة 2023 وبعد المبادرات النضالية اللي قاموا بها هذه الأساتذة النقابات تستغل هذه الحركة باش تمشي وتحقق مكاسب لمجموعة من الفئات ولكنها تتنكر وتتنصل من التزاماتها تجاه الأساتذة الذين فرد عليهم التعاقد لهذا قلت بأن الخاسر الأكبر في هذا الاتفاق هم الأساتذة الذين فرد عليهم التعاقد